وبالعودة إلى ملف المليارات السبعة وتلف تلك المليارات ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من بغداد العاصمة الخبير الاقتصادي الدكتور همام الشمع أهلا بك دكتور همام كخبير مالي دكتور همام سوق مثل تلك المبررات من قبل السيد العلاق يعني كيف تنظرون إليها تحياتي لكم لمشاهدي قناة الفلوجة أولا عندما نتحدث عن تلف سبعة مليارات فهناك تشويه للحقيقة يعني الذي تلف هو أوراق نقدية هذه الأوراق النقدية قد تكون مطبوعة على أساس أنها سبعة مليارات ولكن عندما تتلف فهي مجرد أوراق وليست أموال يعني هناك فرق بين الورقة النقدية والورقة في التداول الورقة النقدية قد تطبع منها التريليونات في خزائن البنك المركزي ولكنها لا تصبح عملة في التداول إلا بعد أن يصدرها البنك المركزي ويعطيها رقما تداوليا هذه الأموال التي تلفت بسبب المياه ليست لها قيمة سبعة مليارات لها قيمة تساوي كلفة طباعتها وهي في تقديري لا تتجاوز العشر أو العشرين ألف دولار إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار أنها من فئات مختلفة وبالتالي فأن كلفة طبع الورقة النقدية لا تتجاوز في المتوسط السنتين وبالتالي هي ليست أكثر من مليون أو مليون ونصف ورقة نقدية لا قيمة لها كعملة وإنما مجرد أوراق لذلك أنا أعتبر أن ما تم تداوله في الأوساط المختلفة أو في القنوات فيه نوع من أولا التعمد وأحيانا عدم المعرفة أو الجهل بحقائق الأمور يعني يتم تداول هذا الموضوع من قبل والناس لا يدركون الإفباء الاقتصاد وبالتالي يتعاملون مع القضية أحيانا على اعتبار أنها تهدر في الأموال في الواقع أيضا هذه الحادثة التي أثيرت الآن لم تثار لأسباب اقتصادية أو مالية أو أسباب تتعلق بالنزاهة بقدر ما أثيرت لأسباب تتعلق بمحاولة البعض بالاستحواض على البنك المركزي البنك المركزي الذي استطاع بسياسته النقدية الرصينة أن يغلق باب المتاجرة بالعملة ويسد على المتاجرين بالعملة السيل الجارف من الأرباح الغير مشروعة التي كانوا يحققونها نتيجة بيع وشراء الدولار والدخول إلى النافذة بيع العملة أصبح مستهدف من قبل هؤلاء يحاولون الآن الإطاحة بالبنك المركزي بمحافظه وكوادره التي تعمل بكفاءة يعني أقول أن البنك المركزي وديوان الرقابة المالية هم المؤسستان التي استطاعوا فعلا أن يحافظوا على ما تبقى من الاقتصاد العراقي أمام عمليات الهذر والسرقة والتجاوز بالفعل دكتور هما ثم لا بد من الملاحظة أن هذه الحالة تحدثت نعم ما حصل حقيقة فتح الباب مشرع أمام تقويم أداء البنك المركزي العراقي بالفعل هذه جزئية أشكر لك أنك وقفت عندها أيضا من المتوقع للبنك المركزي العراقي أن يعقد مؤتمرا صحافيا من داخل مبنى البنك ربما بعد قليل أو حتى في الساعات القليلة المقبلة ما الذي من الممكن توضيحه أو تفسيره أكثر مما تقدم به السيد العلاق لا أعتقد هناك شيء كثير بقدر ما هناك سوف تقدم المستندات التي تثبت عملية الاستبدال أنها تمت وفق الأصول وبتواقع وبتسليم واستلام وأن الأموال التي تم استلامها من قبل البنك المركزي هي أموال حقيقية وليست كما يدعي البعض أو يحاول أن يشوه الصورة في بعض القنوات الفضائية من أن الأموال التي تلفت هي ليست أوراق نقدية مطبوعة من قبل البنك المركزي وإنما أوراق نقدية مزورة وبالتالي تم الاستحواذ على مبالغ مقابل أموال أو أوراق نقدية مزورة هذا الكلام غير دقيق سوف يثبته المؤتمر الذي سيعقده البنك المركزي بالوثائق وبالحقائق الدامغة طيب وارد وصول مياه الأمطار دكتور همام إلى خزينة البنك المركزي العراقي ما أدى إلى تلف تلك الأوراق النقدية على النحو ذاك عفوا ستشعج لما أفهم السؤال كنا نسأل وارد وصول مياه الأمطار إلى خزينة البنك المركزي العراقي ما أدى إلى تلف تلك الأوراق النقدية على النحو ذاك الذي عرضه السيد العلق وارد ذلك أم لا دكتور همام المياه الأمطار لم تدخل إلى خزاء البنك المركزي إنما دخلت إلى خزاء مصرف الرافجين الأموال كانت مقزونة في مصرف الرافجين وطبعا السيد العلاق حين ذاك لم يكن محافظا للبنك المركزي وليس له علاقة بالحادث وإنما الحادث حدث في عام 13 وحتى المدير العام الحالي لمصرف الرافجين لم يكن في الإدارة ولكن هؤلاء الناس الكفاء لم يحاولوا أن يتنصلوا عن المسؤولية بإلقاء الحادث على الآخرين لكن وارد حتى إن حدثت الحادثة في مصرف الرافجين كما تفضل وليس في عهد السيد العلاق إنما السيد ربما عبد الباصل تركي لكن يعني وارد؟ لا طبعا المفروض أن تكون هناك احتياطات للحيلونة دون وصول المياه إلى خزاء مصرف الرافجين يعني العمل التقصيري يحاسب عليه المسؤولون عن الخزنة والعاملين في مصرف الرافجين في تلك الفترة هذه مسألة مفصلة تماما عما يثار في وسائل الإعلام حاليا نعم توضحت الصورة إذن الخبير الاقتصادي الدكتور همام الشمع كنت معنا عبر الأقمار الصناعي من بغداد العاصمة شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا